اغلى عشرة لاعبين في العالم حاليا وفقا لموقع ترانسفر ماركت الشهير العاشر في المركز العاشر يأتي النجم الاسباني صاحب التسعة عشر عاما والذي اصبح قطعة اساسية وركيزة هامة في تشكيلة تشافي ايرنانديس مع برشلونة كما يعتبر احد ابرز واهم المواهب الصاعدة في سماء كرة القدم العالمية ويرتبط بيدري بعقد يبقيه في كامبنو حتى صيف الفين وستة وعشرين مع وجود شرط جزائي بقيمة مليار يورو وربما ما يقدم بيدري حتى الان هو مجرد بداية لمسيرة من المتوقع لها ان تسلك مصارا مميزا اذا ما واصل النجم الشاب تألقه وظهوره المميز التاسع كيفين دي بروين خمسة وثمانون مليون يورو في المركز التاسع يتواجد البلجيكي صاحب الواحد وثلاثين عاما المتوج بجائزة افضل لاعب في البرامير ليك بالموسم الماضي والذي يعد احد ابرز لاعبي الوسط في العالم حاليا وسر من اسرار تألق منشستر سيتي في السنوات الاخيرة دي بروين يرتبط بعقد مع سكاي بلو حتى الصيف الفين وخمسة وعشرين وحتى الان شارك في عشرة مباريات لحساب الموسم الحالي نجح خلالها في تسجيل هدف وصنع ثمانية ستة منها في البريمير ليك وصل بها الى 92 اسيست ليعادل رقم اسطورة ليفربول ستيفن جيرارد كسادس اكثر اللاعبين صناعة الاهداف في تاريخ الدوري الانجليزي لكن في عدد مباريات اقل للبلجيكي الثامن برونو فرنانديس 85 مليون يورو منذ انتقاله الى مانشستر يونايتد لم يلبث صاحب الثمانية وعشرين عاما ان اظهر ما يملك من قدرات مميزة ورغم تراجع مستواه بعض الشيء منذ الموسم الماضي بسبب هبوط مستوى الفريق ككل اضافة لتعاقب المدربين وتغير خطة اللعب الا انه يظل قيمة كبيرة في هجوم شايطين الحمر كما بدأ مؤخرا في استعادة بريقه فرنانديس يرتبط بعقد مع النادي الانجليزي حتى صيف الفين وستة وعشرين مع امكانية التمديد لعام اضافي وخلال الموسم الجاري لعب ثمان مباريات سجل خلالها هدفا وصنع مثله السابع دوشان فلاوفيتش 85 مليون يورو في المركز السابع يأتي المهاجم السربي صاحب اثنين وعشرين عاما والمنتقل من فيورينتينا الى يوفينتوس في مركات الشتاء الماضي بعقد يمتد حتى صيف الفين وستة وعشرين وحتى الان لم يقدم فلاوفيتش الصورة التي توازي حجم تطلعات المصاحبة لقدومه ربما لسوء مستوى يوفينتوس ولتراجع ادائه دورا كبيرا في ذلك اذ خاض اللاعب تسعة وعشرين مباراة مع السيدة العجوز منذ انضمامه للفريق احرز بها ثلاثة عشر هدفا من بينها اربعة اهداف خلال ثماني مباريات في الموسم الجاري لكن ما هو مؤكد ان فلاوفيتش ما زال لديه الكثير ليقدمه في تورينو بشرط ان يستفيق الفريق في انتظار ما يمكن ان يحدث مع الاجري الذي يواجه شبح الاقالة السادس هاريكين تسعون مليون يورو ثالث هدفي البرمير ليغ التاريخيين كان لابد ان يتواجد في هذه القائمة خاصة مع تألقه اللافت هذا الموسم حتى الان تحت قيادة الايطالي انطونيو كونتي ناهيك عن كونه قيمة ثابتة في خط هجوم توتنهام ومنتخب انجلترا ودائما مطلوب لتعزيز صفوف كبار اوروبا ابن التسعة وعشرين عاما يمتلك عقدا مع سبيرز حتى صيف الفين واربعة وعشرين وخلال الموسم الجاري نجح في قيادة هجوم النادي اللندني بتميز حتى الان بعد ان سجل ستة اهداف وصنع هدفا في تسع مباريات خاضها الخامس محمد صلاح تسعون مليون يورو في المركز الخامس يتواجد الفرعون المصري الذي يواصل مغامرته الرائعة مع نيفربول حتى وان عرف مستواه شيئا من التراجع خلال هذا الموسم صاحب الثلاثين عاما يرتبط بعقد مع الريدز حتى صيف الفين وخمسة وعشرين بعدما قام في يوليو الماضي بالتجديد للنادي مع الحصول على اعلى راتب في تاريخه ويأمل الصلاح في استعادة افضل مستوياته خلال الفترة القادمة علما بانه يمتلك ارقاما جيدة اذ ساهم في سبعة اهداف خلال تسع مباريات شارك بها حتى الان في الموسم الحالي حيث سجل اربعة اهداف وصنع ثلاثة وسط تراجع كبير ومفاجئ لكتيبة الالماني يورغين كلوب حيث يحتل الفريق المركز الثامن في الدوري واوروبيا تعرض لهزيمة قاسية على يد نابولي بالاربعة قبل الفوز بشق الانفس على ايكس الرابع فيل فودن تسعون مليون يورو المركز الرابع كان من نصيب النجم الانجليزي الشاب والذي يعد احد ابرز مواهب كرة القدم العالمية في ظل تألقه الكبير مع مانشستر سيتي ومنتخب انجلترا ما جعل قيمته السوقية في ارتفاع مستمر صاحب اثنين وعشرين عاما يرتبط بعقد مع السيتيزنز حتى صيف الفين واربعة وعشرين وخلال الموسمين الماضيين فاز بجائزة افضل لاعب صاعد في الدوري الانجليزي ويواصل ظهوره المميز في الموسم الحالي حيث شارك حتى الان في عشرة مباريات بصم خلالها على مستويات رائعة كما سجل ثلاثة اهداف وصنع هدفين الثالث فينيسيوس جونيور مئة مليون يورو ساحر السيليسان الجديد واحد افضل اللاعبين في العالم بالوقت الراهن يواصل خطف الاضواء بمراوغاته الساحرة وموهبته البرازيلية الخالصة كما تصدل المشهد مؤخرا برقصاته المميز احتفالا بالاهداف ما جلب له هجوما عنيفا لم يخلو من العنصرية ثم تضامنا واسعا خاصة من بني جلدته وكان خير رد على ذلك امام اعين كوكي لاعب وسط اتليتيكو مدريد الذي هاجم وانتقد احتفالات اللاعب مع رقصة سامبا رفقة رودريغو في قلب المتروبوليتانو فينيسيوس او فيني كما يحلو لعشاقه تسميته سجل خمسة اهداف وصنع ثلاثة في تسع مباريات شارك بها هذا الموسم كما يرتبط بعقد مع النادي الملكي حتى صيف الفين واربعة وعشرين وسط اخبار تتحدث عن توصل الطرفين لاتفاق حول تجديد العقد وقريبا سيتم الاعلان الرسمي في المركز الثاني جاء المهاجم النرويجي ابن الاثنين وعشرين عاما والذي انتقل الى مانشستر سيتي في المركات الماضي بعد اشهر طويلة من التكاهنات والاخبار المتضاربة ليرتبط بعقد مع سكاي بلو حتى صيف الفين وسبعة وعشرين ولم يلبث هالند ان اثبت قيمته وموهبته امام الجميع اذ سرعان مكشر عن انيابه وبدأ في ممارسة هوايته المفضلة بتسجيل الاهداف من جميع الوضعيات وحتى الان وصل الى اربعة عشر هدفا خلال عشر مباريات فقط من بينها احدى عشر هدفا في الدور الانجليزي ليتربع على عرش قائمة الهدفين في المسابقة وما زال للقصة بقية الاول كيليان بابي 160 مليون يورو اغلى لاعب في العالم وفقا لترانسفر ماركت هو النجم الفرنسي المرشح بقوة لتسييد عرش الكرة العالمية بعد انتهاء حقبة ميسي ورونالدو في الاشهر الماضية كان قريبا جدا من مغادرة باريسان جرما وانتظر الجميع رؤيته لاعبا للريال مدريد ليحقق حلم الطفولة على حد وصفه لكن في النهاية نجح الباريسيون في اقناعه بتجديد عقده حتى صيف 2025 بالكثير من الضغوط والاغراءات المالية ابن الثالث والعشرين لاعب تسعة مباريات حتى الان مع سان جرما احرز فيها عشرة اهداف سبعة منها في الدور الفرنسي كثاني هداف للمسابقة بعد زميله نيمار جونيور صاحب الاهداف الثمانية لمن يتساءل عن ترتيب الاسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو الارجنطيني حل في المركز التاسع وتسعين بقيمة خمسين مليون يورو بينما تواجد البرتغالي في مركز متأخر للغاية حيث احتل المرتبة أربعمائة وسبعة وستين بقيمة عشرين مليون يورو وكان لتقدمهما في العمر الدور الاكبر في ذلك التراجع لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل جديد لا تنسوا دعمنا بلايك فبدعمكم نستمر